اشتركوا في القناة للاستقبال شهد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بما حققه ابطالو وبطلات البحرين بدورة الالعاب العربية الخامسة عشر ليحققوا افضل نتيجة في تاريخ المشاركات للمملكة بتحقيقها اربعة واربعين ميدالية بينها عشرون ميدالية ذهبية واثنى عشر ميدالية فضية واثنى عشر ميدالية برونزية على مستوى الرياضات الأولمبية والبرالمبية كما اثنى سموه على ما تحقق من انجاز رائع بدورة الالعاب العالمية للأولمبيات الخاص التي حاز خلالها ابطالنا وبطلاتنا على احد عشر ميدالية بينها ست ميداليات ذهبية وافضيتين وثلاث ميداليات برونزية مثمنا سموه الجهود التي تبدلها اللجنة الأولمبية واللجنة البرالمبية في رعاية لعبي المنتخبات الوطنية بهدف التمثيل الخارجي المشرف وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن هذين الانجازين يعكساني تطور المتنامي للرياضة البحرينية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمام اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة هذا وقد بدأ حفل الاستقبال بكلمة ألقاها سعادة الشيخ محمد بن إدعيج الخليفة رئيس اللجنة البرالمبية أشار فيها بتطور رياضة ذوية العزيمة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه معربا عن فخره بما حققه لاعب ذوية العزيمة من انجازات وأرقام عالمية عديدة كان آخرها حصدهم 11 ميدالية ملونة بالإضافة إلى ميداليتين ذهبية وفضية في دورة الألعاب العربية في الجزائر وعقب ذلك ألقا سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بتحقيق هذا الانجاز العربي مشيرا إلى أن فريق البحرين يفخر بالدعم والرعاية التي يحظى بها من القيادة الرشيدة حفظها الله وأن اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ماضية لتحقيق المزيد من النجاحات وفي ختام اللقاء أهدى سعادة الأمين العام لللجنة الأولمبية السيد فارس مصطفى الكوهجي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لوحة تذكارية لأبطال وبطلات اللجنة الأولمبية والبرالمبية أهدى سعادة الأمبية الحاول والمبية عادة الأمبية بمبية حفظة تتكاريخة دعويلة تتكاريخة Neسكتاريخة شكرا